والآن عزيزي الطالب سوف نأخذ المثال الثاني على قوة التأثير عن بعض وهو القوة المغناطيسية القوة المغناطيسية تعتبر من القوة المؤثرة عن بعض وهي تعمل على جذب أو سحب الأجسام إليها ولكن فقط الأجسام المصنوعة من الحديد وبعض المواد إذ يقوم المغناطيس بجذب هذه الأجسام إليه دون أن يلامسها أي أنه يقوم بالتأثير عليها عن بعض إلينا بعض المواد المصنوعة من الحديد مثل المسامير والدبابيس سوف نحضر مغناطيس ونقوم بجذب هذه المواد عن طريق المغناطيس لنرى إذن كما شاهدنا يقوم المغناطيس بجذب بعض هذه المواد إليه دون أن يلامسها إذن يقوم المغناطيس بجذب قطع الحديد هذه دون أن يلامسها إذن يؤثر المغناطيس في المواد الحديدية ويسحبها إليه دون ملامستها وفي هذا الدرس سوف نتعرف على أقطاب المغناطيس يحتوي المغناطيس على قطبان قطب شمالي وقطب جنوبي نرمز للقطب الشمالي بالرمز N باللغة الإنجليزية ونقصد به North الشمال ونرمز للقطب الجنوبي بالرمز S وهو South من الكلمة الإنجليزية ومعناها الجنوب إذن يوجد للمغناطيس قطبان شمالي وجنوبي North و South هذا المغناطيس له بعض الخصائص سوف نتعرف عليها في هذا الدرس وفي الدروس اللاحقة بداية عندما نحضر مغناطيس آخر لاحظ العلماء عند تقريب الأقطاب المتشابهة من بعضها البعض فإننا نجد صعوبة بتقريب هذه الأقطاب إليها إذن يوجد قوة تعمل على دفع هذه الأجسام بعيداً عن بعضها البعض نسمي هذه القوة قوة التنافر إذن يحدث تنافر عند تقريب الأقطاب المتشابهة بعضها من بعض أما عند تقريب الأقطاب المختلفة من بعضها البعض ننظر ونلاحظ أن هذه الأقطاب أقطاب تجاذبت والتسقط ببعضها البعض إذن ينجذب القطب الشمالي للقطب الجنوبي القطب المختلف عنه إذن عند تقريب أقطاب متشابهة من بعضها البعض يحدث تنافر وعند تقريب أقطاب مختلفة عن بعضها البعض فإنها تتجاذب إذن يوجد للمغناطيس قطبان واحد شمالي ويرمز له بالرمز إن اتنين قطب جنوبي ويرمز له بالرمز أث ملاحظة عند تقريب مغناطيسيين متشابهين الأقطاب فإن فإنهما يتنافران وعند تقريب مغناطيسيين مختلفين الأقطاب فإنهما يتجاذبا وهكذا يكون درسنا لهذا اليوم قد انتهى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر مغناطيسيين